الأسكندرية بحر الكنوز ومدينة الأثار الغارقة امتلقت شواطئ الأسكندرية وخاصة منطقة أبيكير ومنطقة الميناء الشرقية بكنوز من الأثار الغارقة استمأ إلقاء كثير من المبانيها والكسور والقلوع المحافظة في مياه البحر نتيجة لتعرضها للعديد من الزلازل الشديدة وتعد منارة الأسكندرية القديمة ومن أشهر تلك المباني التي أطاح بها الزلزال فهي إحدى عجائب الدنيا السبع وكذلك قصر كلوباترا الذي يقع قبال شواطئ الأسكندرية واعتقد أنه كان مبنيا على جزيرة تعرضت للغرق بعد زلزال كوي ضرب سواحل المحافظة واكتشفت إدارة الأثار الغارقة بالأسكندرية في يونيون الماضي مجموعة جديدة من الأثار الغارقة حيث تم اكتشاف مدفع حربي ومرسوات حديدية وحجرية تعود إلى عصر الحمرى الفرنسية على مصر وذلك بمناطق شمال غرب خليج الأنفوشي والميناء الغربي بخليج أبو كير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر